نقطة تانية اللي أنا عايز أتكلم فيها ودي معلش يمكن للتالت أو رابع مرة بتكلم فيها جمهور النادي الأهلي العظيم جمهور النادي الأهلي العظيم مع لعيبة النادي الأهلي مع الجهاز الفني النادي الأهلي ومع دارة النادي الأهلي ومع المنظومة ككل على الحلوة وعالمرة وضع طبيعي أو بلاش أقول وضع طبيعي طبعا كلنا زعلانين من الماتشين الأخرانين في الدول بس أنا واحد من الجمهور ما هدش المعبض يعني أنا واحد من الجمهور ولاي للنادي الأهلي أنا واحد من الجمهور عايز مصلحة النادي الأهلي واحد من الجمهور ببقى زعلان ببقى زعلان بس لما أجي أتكلم وأنا زعلان ما اشتمش ما سبش ما باهدلش الدنيا ما قولش ده ما عندوش فكرة وده ما عندهش فكرة وده لازم يمشي وده لازم يقعد طب هم من أسبوعين ثلاثة ما كانوا أحسن لعيبة ما هم من أربع خمس شهور ما جابوا لنا البطولات دي كلها سواء هم أو المدير الفني من حقك تنتقد من حقك تزعل وضع طبيعي أنا كأهلاوي زعلان من آخر ماتشين زعلان زعلان من الأداء الأداء أحياناً بيكون كويس وأحياناً بيكون وحش وده وضع طبيعي عايز أقول لك حاجة يمكن كريم أحمد قال حاجة في الكلمة بتاعته عايز أقول له لا برضو يا كريم أنا كلعيب أنا كلعيب لما كان بيبقى عندي ماتش في الدوري وماتش مهم برضو في بطولة تانية لا بركز قاقة في ماتش الدوري ولكن برضو عيني على الماتش اللي جاي بياخد نسبة من تركيزي ما بنساش خالص ما بفصلش بنسبة 100% أنا بقول لك على إحساس لعيب ما بفصلش 100% لا لأن أنا عايز أخذ بطولة دي وعيني على البطولة اللي جاية فأنا ببص على نفسي النهاردة ولكن بفكر في اللي جاية ده وضع طبيعي فأحياناً بيبقى تركيزي مشتت أحياناً بيبقى تركيزي مشتت وده بيأثر بعض الشيء على الأداء فلازم ندي عذر ننتقد ماشي ليه كل الحق ليه كل الحق إن أنت تزعل ليه كل الحق إن أنت تنتقد ولكن لما تيجي تنتقد انتقد بأسلوب عقلاني ما تجيش مجموعة في السوشيال ميديا يروحهم شنين حرب على مستر موسماني أو اللعيبة بمجرد انتهي المباراة عشان النتيجة يقوم مجموعة من جمهور الأهلي تنحز ليه لا لا يا جماعة مش ده جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي عودنا دايماً أنه وقف معانا في المواقف الصعبة وقف معانا أنا ما بتكلمش عن المواقف الحلوة أنا بتكلم عن المواقف الصعبة عادة جمهور النادي الأهلي طول عمره والمواقف الصعبة على فكرة تبقى قليلة جداً 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 في النادي الأهلي ولكن جمهورنا دايماً ورانا لما أنا أعمل كده ولما أنا أهد المعبد على فرقتي وعلى جاز الفني وعلى المنظومة ككل ومجلس الإدارة أم المجموعة الثانية تعمل إيه فينا إحنا كده بنساعدها ده إحنا النادي الأهلي ده جمهور النادي الأهلي عاصة بالنادي الأهلي جمهور النادي الأهلي روح النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي هو سبب انتصارات النادي الأهلي هو سبب نجاح منظومة النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي تعودنا منه على الوقوف جنب اللعيبة جنب النادي في كل الألعاب ده المفروض يبقى متواجد اليومين دول آه حقك تزعل بقولك ما أنا زعلان ولكن معنى أن أنا زعلان أن أنا روح كرسي في الكلوب وهاجم ده وهاجم ده مين لقال كده لازم نكون عقلانيين ما نمشيش وراء بعض الاتجاهات ما إحنا لو مش هنا خلي بقى لحضراتكم في ناس بتبقى دخلاء بيحاولوا يجروكوا يجروكوا معاهم لأنهم مش عايزين استقرار في النادي الأهلي عايزين يهزوا المنظومة ما تدهمش الفرصة دي أبدا ولا تمشي معاهم أبدا ولا تروح في اتجاههم أبدا الأهلاوي أهلاوي طول عمره أهلاوي حنرجع تاني بقى لكل أهلاوي كل الجمهور الأهلاوي عنده قيم وعنده مبادئ وعنده روح النادي الأهلي ودي المطلوبة في الفترة دية وفي كل فترة زي ما جمهور نادي الأهلي دايما عودنا جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بيحبنا اللي احنا نعرفه وبيحب النادي الاهلي هو اللي ورا النادي الاهلي في كل وقت الحلو والمر كلمة او يعني لان انا كنت مدقي جدا من ردود الافعال بعد الماتش اللي فات احنا هنا كنا مدقيين في الاستوديو وزعلنا بس انتقادنا ولكن الانتقاد يعني بعقلانية شوية انما زي ما بقول لحضراتكم لأ انا ورا فرقتي خسرة ماتش ايه المشكلة تتعوض عايز اقول لحضراتكم حاجة نرجع للتاريخ كده شوية لالفين وطمانتاشر الفين وطمانتاشر النادي الاهلي خسر اعتقد قدام التراجي وبعدين في السنة دي النادي الاهلي خسر مكسبش تلت ماتشات واربعة مكسبش تلت ماتشات واربعة تعادل مع الانتاج الحربي سفر سفر وبعدين خسر منتحات سكنداري أربعة ثلاثة والماتش التالت خسر الماقولين واحد سفر ولكن بتوفيق ربنا وعزيمة اللعيبة والجمهور العظيم ده كله ورانا من مش عايز اقول بقى من بداية الدوري لحد نهاية الدوري لا من قبل كده خالص حتى لما خسرنا قدام التراجي جمهور النادي الاهلي العظيم كله ورانا كله ورانا وجبنا الدوري السنة دي السنة دي جبنا الدوري فاحنا وراء في رقيتنا برضا يا جماعة احنا وراء في رقيتنا محدش يهز استقرارنا محدش ياخدك في سكة تهز استقرار النادي الاهلي خلي بالكم لازم نكون ناصحين شوية لازم نكون اسكية شوية انتو كلكم ما شاء الله اسكية وكلكم ناصحين بس محدش في عز الزعل وفي عز مدايقتنا ان انت مدايق ان الفرقة ما بتكسبش او العروض مش قد كده محدش ياخدك في سكة تانية لا انا سكتي معروفة انا جمهور النادي الاهلي غير اي جمهور جمهور النادي الاهلي العظيم غير اي جمهور جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي بس تاخذني في سكة تانية لا مش أنا مش أنا اللي نروح معك في سكة تانية آه انتقب براحتك بس بأدب ما تهدش المعبد لا في ناس يهمها قوي 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 إنها تهز استقرار النادي الأهلي ما تروحش معاهم ما تدومش الفرصة لا جمهور النادي الأهلي غير جمهور النادي الأهلي حاجة تانية جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم جدا 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 هنقول ايه ما قدرش تقول حاجة اكتر من كده لان انا كنت لعيف في النادي الاهلي وافتقدت كتير جدا 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 بعد ما بطلت جمهور النادي الاهلي ولما روحت لعيفت في نادي تاني افتقدت كتير جدا 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 عظمت جمهور النادي الاهلي ولما سفرت برا وعدت عشرين سنة افتقدت حاجات كتير جدا منها الحنين البلد ومنها جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي العظيم اللي انا مش قادر انساله كل جميله بعد ربنا جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو مهما قلت في حقه مش ممكن اديله ربع حقه جمهور النادي الاهلي العظيم هو اللي عملنا هو اللي عمل كل لعبة النادي الاهلي هو اللي عمل كل انجازات النادي الاهلي هو اللي عمل كل انتصارات النادي الاهلي جمهور الاهلي العظيم هو النادي الاهلي